أستاذ محمد رمضان محمد أنا عايز أعرف برضو أنت كنت عملت إيه وزي كده ما محمد عبد الرحمن كان بيتكلم أنت ما كنتش خايف يعني أصلي ماسك فيه نور وربنا ما يكتبع على حد يعني وش في كل المصابين هو بيبقى بيجري عشوائي زي ما شفنا كده في الفيديو ما كنتش خايف إنه يمسك فيه كنت الله ربنا ألهمنا يعني إحنا ربنا ما ألهمناش كنا خوفنا زي الناس دي ومشينا ما كناش حتى طفينا عد إحنا فأجأة لاقينا موجودين في نفس المكان والناس بتيجي عليك وواحد جاي يقولك طفيني طفيني declining فجأة أحمد هاب بطنية هاب بطنية هاب بطنية طفي واحد تاني جاي وبقولك ابني وبنتي ابني وبنتي طفوني هتعمل ايه وجاي عليك الطفي تمشي شوية هتلاقي نفس القصة habían وقحت تاني هاتب بطنية جدة بطنية hibernة بطنية وغطنها وشناها وهطنا ناحت تانية والناس مزهولة والناس بتنطف في الناس والولا عمش عاوزة تسيبها انا لسه مزهولين لحد دلوقتي واحنا بكوناش في موقع الحادث انت عمركوا تمرنتوا على حاجة زي دي تدربتوا على انه في حالة حدوث مثلا لقدر الله حريق او غيره بانكوا تستخدموا جركن ميا انكوا تستخدموا حاجة معينة تدربتوا على ده ايه طفايات؟ احنا عندنا الطفايات موجودة في كل كشك ليه طفاية معينة لو حصل اي حادثة بتحاول استعمليها عشان طف حريق طف اي عاجة حضرتك برضو احنا يعني اجلبيتنا من من الكرة والعشوائيات ارياف اه ارياف يعني فمتعودين عندنا ما نستناش بقى مطافي و الحق ده فيها حريقة في بيت فلان كلنا بنجري وكلنا اكيد يا فندم فساعة اللحظة دي برضو ربنا الهمنا يمكن على الاقل لو حننكز واحد في المية من المنظر منظر فقالي ويرجاكم لأهلكم بالسلامة